مرحبا بكم طالبت ورشة لاتحاد المصارف العربية بضرورة التعاون العربي المشترك لوضع استراتيجية عربية شاملة لتعزيز مكافحة غسل الأموال والحد من تمويل الإرهاب بما يتسق مع القوانين والأنظمة المعمول بها على مستوى العالم وبحث المشاركون في الورشة التي نظمها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي سبل تطوير عمل المصارف العربية لتتوائم مع التشريعات الدولية التي تصدر تباعا وتتجنب المخاطر التي تفرضها وجود منظمات إرهابية في المنطقة وعمليات تبيض للأموال وتمويل لها كما نقش المشاركون التشريعات المالية الجديدة التي تصدر عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتفرض على المصارف العربية تطبيقها بالنسبة للقطاع البنكي والشركات المالية لاحظنا هناك التزام تام بالقوانين التي تصدر من قبل مصرف البحرين المركزي وطبعا القوانين الصادرة هي بما يتوافق مع المعايير الدولية بهذا الخصوص وخصوصا معايير مجموعة العمل المالي الفتف وهناك التزام تام من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخصة في البحر